هل أنت من محب سماع القصص وقراءتها فإن أحسن القصص قصص القرآن ففيه العبر والعظات ومن ذلك قصة سبأ وقد كانت سبأ مملكة عظيمة باليمن وكانت عاصمتها مأربة بين صنعاء وحضر موت وقد عظمت قوتها وسلطانها وكانت مملكة مهيبة الجانب وقد جعل الله لهم آية باهرة دالة على قدرته وهي بستانان جميلان عيمين البلدة وشمالها كلاهما وافروا الأشجار والضلال والثمار حتى إن المرأة كانت تمر بين الأشجار وعلى رأسها المكتل فيمتلئ بالثمار المتساقطة لكنهم أعرضوا عن توحيد ربهم وجحدوا نعمته فأرسل الله الجردان على سدهم فانهار فجرف السيل أشجارهم ودمر ديارهم ثم بدلوا جنتين قبيحتين فيهما ثمر لا يؤكل من حموضته وعفونته وشجر ليس فيه ثمار أصلى ونبق قليل جدا عقوبة لهم على كفرهم بالله وجحدهم نعمته قال تعالى ذلك جزيناهم بما كثروا وهل نجازي إلا الكفور وكما أنعم الله عليهم في ديارهم أنعم عليهم في أسفارهم فقد جعل الله على طريقهم إلى أرض الشام المباركة قرى على مسافات متقاربة بحيث لا يحتاج المسافر إلى كثير زاد هذا مع أمن الطريق فلا يخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لكنهم غلبت عليهم شقوتهم فدعوا على أنفسهم دعوة الحمق والجهل بأي باعد الله بين أسفارهم لقد ملوا العافية فطلبوا الكد والتعب وهذا من الاعتداء في الدعاء فأصبحوا بعد النعمة والعيش الرغيد أحاديث تسير بها الركبان وقصصا يتفكه بها الناس في المجالس ومزقهم الله وفرقهم في البلاد حتى صاروا مضرب المثل في الشتات فيقال لمن شتت أمرهم ذهبوا أيدي سبا فاحذر من جحود النعمة حتى لا تزول ولا تلهينك النعمة عن شكر واهبها قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدَ